طيب في نقطة كمان لفتت نظر النهاردة ووضح جدا من نادي الاهل النهاردة انه كان بيلعب كرات طولية كتير خلف خط الفاع الهلال صحيح انا اتكلم على النهاردة لسه عايش معه مبارح خلف خط الدفاع ورغم كده محمد شريف ويع في الافصاد اكتر من مرة بيرسي تاو كان استرامل الكرة خلف الدفاع وحش جدا انا بفهم لما انت تكون بتحضر لفكرة انه اللعيبة تبقى جاهزة انها تعملها ووضح انه لعيبة النادي الاهل النهاردة او مبارح ما كانوش جاهزين لهذه الموضوع بياء النقطة دي جاية من الميلان وجاية من المشكلة اللي انت عاملها قردي انت لما احمد عبدالقادر حنقول لبينزل في العمر صح محمد ماجد اقفشة موجود هنا بيرسي تاو موجود هنا مين اللي هيخش يقط حتى لو هم حاولوا يعملوا الافصايت راب وده اللي حصل مبارح ان فريد اللي كان بيلعب على الافصايت راب بيقعوا فيها بيسيبوا فيها شريف اللي كان دايما بيكسرها ازاي قبل ما يجي حتى بيرسي تاو بحسين الشحات حسين الشحات دايما كان بيجي من هنا وقفشة كان بيشتغل من المنطقة دي او من زوم 14 ويحط الباس لحسين الشحات اللي بيكسرها حسين مش موجود تاو ما بيعملتش نفس الدر اللي بيعملوا حسين الشحات وبيشتغل في العمق كتير فانا مش لازم طول الوقت اشتغل بنفس الفرميشن او نفس الباترن لو انا غيرت اللعيبة لان كل اللعيب عنده نمط مش كل اللعيبة بتقدر تنفذ اللي انا طلبه فالتحضير والتحضير ودي نقطة اتكلمنا فيها كتير بعض المباريات بيتسو بيحضر بالشكل النمطي اللي بيشتغل بي دايما فبعض اللعيبة زي بيرسي تاو تاني وتالت ورابع زي بيرسي تاو مش قادر ان يخش جوا النصق ده ويعمل الشغل والسويتشات اللي الراجل طاليب حتى الراجل النهاردة كان غطبان جدا الراجل المبارح كان غطبان جدا على الخط انه ليه ليه طول الوقت هو عمال بيطلب تحركات معاينة من بيرسي تاو ما بتتعملش ومع ذلك الراجل سابه في الملعب اخر ربع ساعة اخر ربع ساعة في المواتش عمل ايه موسيقى وحط بيرسي تاو مهاجم مغنازل احسان الشحات مكان محمد شريف وحط بيرسي تاو مهاجم انه ده بترسي بولك عليها علشان يحاول يرجعه تاني لقصة انه يسجل لكن حتى على صعيد الفينش في كرة في ديات 82 حتى على صعيد الفينش اللي هو مويز به جدا 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 بيرسي تاو واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين في الدورة المصرية على صعيد الفينش من العدد قليف جدا من الكرات بيسجل بيرسي تاو بيحطه في جسم الجون فواضح انه هو اوت هو اللعيب واضح انه هو بعيد دلوقتي غدم ان شاء الله قرعت الدور القادم في دورة عبطالة الافريقية الاهلي هيواجه يا اما الودايد يا اما الرجاء من المغرب يا اما التراجي التونسي طبع مين الانسبة انا قلت انه اي فريق هو اللي يلق من الاهلي طبع طبيعة الحال اي فريق في القادم الافريقية هيلق من النادي الاهلي بس لو بصنا من ناحيتنا احنا مين انسب لنا الفرق متقاربة جدا تلاتة متقاربين جدا سواء الودايد انت بنتيك تحق يعني فيه فرقتين عندك من المغرب بنتيك تبص على الدور المغربي هتلاقي ان الفرقتين اللعبين نفس العدد من برايات فرق تلاتة بنت رغم ان الودايد كان فارق في البداية ففيه اداء ونصق تصاعدي مع الرجاء مع رشيد التوسي المدرب الجديد بتاعهم فعملين اداء جيد جدا ان الرجاء خلال الفترة اللي فاتت على الصعيد المحلي وبيتأهلوا متصدرين لمجموعة فحتى الرجاء اللي كان بعيد في بداية الموسم لكن خلينا بصلك من زاوية تانية على صعيد السكواد على صعيد السكواد بالنسبة للاكثر جاهزية عكس ما الناس كلها متخوفها من الودايد او الرجاء الاكثر جاهزية هو الترجي الترجي عنده عدد جيد جدا في كل الخطوط وفريق اكثر تكاملا اما اتكلم على محمد امين توجاي منتخب الجزارة او عبدالقادر بدران موجودين في خط الدفاع محمد بالرمضان واحد من نجوم البطولة حتى الان واحد بيشتغل بشكل ممتاز مركز 8 او مركز 10 تعاقده مع الثلاثي كانت مشكلة الترجي في المسلمين اللي فاتوا هو النسق الهجومي او الشكل الهجوم تعاقده مع الثلاثي اوالا جابه من اينيمبا كينجس ليده من السفاقسي ولعيب ثالث هو محمد بوجرين لعيب مغربي موجود في الترجي فالترجي المشاكل اللي كانت موجودة عنده السيزن اللي فاتوا عالجها عالجها بالثلاثي هم اللي بيشتركوا بشكل اساسي مع الترجي فالترجي هو الاكثر تكاملا في الثلاثي الوداد يبقى عنده بعض المشاكل في الخط الخلفي نفسه زيه زي الرجاء على الصعيد الهجومي الثلاث فرق جيدين جدا لكن على صعيد خط الدفاع لو بتسألني هتبقى المفضلة بين الرجاء والوداد وانا هروح للرجاء الرجاء رغم النسق التصعودي مع رشيد التوصي لكن عنده مشاكل نتكلم عليها تفصيلا بعدين في الخط الخلفي لانه بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي عنده مشاكل كتير على صعيد المرونة والفليكسابيلتي والسويتشات اللي بتعامل ما بين التلاتة والترحيل عنده مشاكل كتير جدا جدا لكنه فرق خطر جدا جدا على الصعيد الهجومي فلو انت بتسألني الترتيب اللي انا هفضله وان النادي الاهلي يقابله هروح ليه الرجاء ثم الوداد ثم الترجي اخيرا لكن هتفي معاك قبل ما تكمل يا كريم هتفي معاك في الجملة انت العظيمة اللي انت بديت بيها اي فريق هيلعب النادي الاهلي هو اللي متخوف لانه هسترجع النسخة الان اللي فاتوا والتاريخ كله طبعا فطبعا اي فريق هو اللي يبقى متخوف